ازمات متلاحقة بدأت من شح الدولار مرورا بالخبز وكارثة الحرائق التي فشلت السلطة اللبنانية بالسيطرة عليها حالها حال الازمات الاخرى وصولا الى احتجاج الشارع بالتزام مع فرض الحكومة ضرائب غير مسبوقة تطال العديد من المجالات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ازمات اقتصادية ومعيشية عملت على توحيد الشعب اللبناني فلم ينظر اللبنانيون الى طائفة او مذهب او حتى الانتماءات سياسية لبعضهم البعض لتتعالى اصواتهم منتفضين في الشوارع احتجاجا على ترد الاوضاع الاقتصادية والفساد المستشري في البلاد فقد اظهرت احتجاجات اللبنانيين مدى الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة وفشلها في تخفيف معاناة المواطنين من الازمات المتكررة التي يعاني منها البلاد اللافت في التظاهرات اللبنانية انها كسرت الكثير من الحواجز التي طالما اعتبرت خطوطا حمر لدى طوائف معينة في البلاد الامر الذي يعد سابقة لم يشهد لبنان مثيلا لها من قبل العديد من المناطق التي تقع تحت سيطرة حزب الله وميليشياته المسلحة خرجت للتظاهر وسط انتقاد علني لزعيم الحزب حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب وزعيم حركة امل نبيه بري محملين اياهم مسئولية الفقر والحرمان المستشري بين ابناء تلك المناطق المتظاهرون اكدوا رفضهم لثناء حزب الله وحركة امل عبر قيام المحتجين باقتحام وتكسير مكاتب العديد من نواب حزب الله والحركة في منطقة نبطية جنوب لبنان غضب المتظاهرين ضد سياسات حزب الله تناغمت مع تصريح رئيس الوزراء اللبناني الاسبق فؤاد السنيورة الذي اكد ان الازمة التي يشدها لبنان تأتي بسبب سيطرة حزب الله على الكثير من مفاصل الدولة اللبنانية بعض اللبنانيين اكدوا الاستمرار بالتظاهرات ضد الحكومة وشركائها بينما يرى البعض الاخر ان ما حصل من تظاهرات واحتجاجات سيكون له تداعيات مهمة في المستقبل لا سيما على العديد من التحالفات اهمها تحالف حزب الله وحركة امل